السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهذا نتكلم عن حبوب لاكسيول بي العلاج حالات الامساك الشديد ومشاكل الهضم ما هي دواعي عن الاستعمال والأثار الجانبية لهذا الدول تعالوا نتابع مع بعض قبل من اتطرق للأثار الجانبية ودواعي الاستعمال ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ولو عجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومة ما تنساش تعمل لايك او مشاركة للفيديو ما هي دواعي استعمال لاكسيول بي يستخدم في علاج الامساك علاج عصر الهضم علاج الاسهال والامساك يعالج التقلصات الشديدة في المعدة يعالج قرح المعدة وقرحة الاسنع عشر يعالج مشاكل الجهاز الهضم ما هي الأثار الجانبية لهذا الدول الشعور بالصدع حدوث اسهال الغسايان ألم في البطن وأحيانا يسبب فقرف وأنحلال في الدم ارتفاع أنزيمات الكبد وأيضا تندر الصفائح الدموية الشعور بالدوخة والدوار عدم ارتياح العين حدوث حكة وطفحة كلدي ما هي الجرعة المعتادة لأقراص لكسيول بي الجرعة المعتادة لبلغين كرس مرة أو مرتين في اليوم بالنسبة للأطفال كرس واحد قبل النوم يجب الالتزام بالجرعات المحددة وعدم استخدام الدواء لمدة تتجاوز خمس أيام ينصح الأطباء بتناول جرعة من الدواء وسط الطعام كذلك قبل النوم بباشرة لابد من تناول هذه الأقراص دون بلعها أو مضغها يحدث الطبيب الجرعة حسب حالة المريض يجب عدم ضاعفة الجرعة ما هي موانع الاستعمال يحضر تناول هذا الدواء أثناء فترة الحمل ومن لديهم ألم شديد في المعدة يمنع لمن لديهم قرحة في المعدة ومن يعانون من كسور القلب كما لا يمكن تناوله أيضا في فترة الرضاعة يحضر تناوله لمن يعانون من حساسية لأحدى مكونات هذا الدواء ترجمة نانسي قنقر